موسيقى أهلاً من جديد والآن مع فقرة موضة وموضوعنا اليوم هو الجينز وقصات المتنوعة وتنظم إلينا في الستوديو استشارية المظهر ميمي رعد أهلين يا ميمي أهلين يا ميمي صباح الخير صباح صباح الخير صباح صح فقتنا المفضل احنا دائماً بنستسهل في موضوع الجينز كلنا بنشتري جينز وبنجيبه وبنحطه عادي وبنلبسه مع كل حاجة انت عندك جيدة نظر مفتلجة لا هذا المشكلة الأساسية لأنه أغلبية السبايا والسيدات أنه بيلبسوا الجينز معها تي شيرت ومنظهر وماكسيموم ماكسيموم بيحطوا كعب عالي وأنه خلص لبسنا الجينز الجينز صار أطعا أساسية بخزانة السيدة وطريقة لبسوا للجينز أنا بقول أنه بيعطينا فكرة عن أسلوبها لها الصبية أو هالست لأن من خلال طريقتها للبسها للجين فينا نستشف شخصيتها وأسلوبها الخاص هنا في عنا طبعا أصات عديدة في السلم المستقيل يلي مع ثانية يلي طوله ثلاثة رباع إلى آخره كيف بدنا نلبسهم رح أعطيكم أفكار أنا بلاقيها مناسبة لكل قصة الجينز والألوان المختلفة كمانا لأنه الألوان من الصيف الماضي ولهلأ صار رجعت دخلة الألوان على الجينز فمنبلش بالجينز الملون يلي أكثر ألوان للفصل الشتاء على الموضة هنا يعني الأحمر المعدني ممكن يكون ذهبي أو فضي والأخضر يلي لون نباتي أخضر نباتي منقلهم يعني ستحتاج إمرأة جريئة؟ إيه يعني أنا عم بعطيكم شو ممكن ينلبس أي طب ينلبس مع هالنوع من الجينز الملونة بكل بساطة ممكن نلبس تي شيرت لأنه الجين هو عم بيلفت النزج لازم نكون الأساس الباقية بسيطة أو الأبشن الثاني هي قميسة من الجينز اللون الأزرق يلي كتير سيمبل وناعم الفاتح الأزرق الفاتح أي شنطة بنحمل مع هالنوع من الجينز لأنه هاللوك النهاري هالأدة بسيط وهيكي ناعم لازم نحمل شنطة بتوحي بالرقي يعني يكون إلى اقتقل وقيمة حتى هيك نرفع القيمة تتطلي أي حذاء بنلبس مع هالنوع من الجينز الملون الأفضل إذا كان جسمنا بيسمح لأنه بدناك نخلي البساطة كلها تكون نلبس حذاء مسطح الباسكت لإليه هو أفضل شيء يعني بقدر يكون مثل الكونفرس وهالنوع من الأحذية هلأ مصل للجينز يلي منقله طوله 3 ربع يلي كتير داريش كمان هالفترة هلأ هو صحيح هيدا الجينز بيأثر أهم الشي لازم ننتبهه أنه لسيدية اللي بدأت تلبسه أنه ما يكون عنده مؤخرة عريضة أو أرداف كبيرة نتخذ بالأعتبار ما ضروري كتير نحيفة بس أنه ننتبه على هالتفاصيل أي طب ينلبس معه حلو ينلبس معه طب أنثوي للغاية للغاية أو مثلا هيك قميس واسع أو تي شرت بس في عنده تفاصيل أنثوية لحتى نحب النعومة حتى مثلا فيها نلبس كنزة كارديجن في عنده طبعات ورود هيك نعطي هالتوتش النعمة بس الجينز الثلاثة ربع بيكون ديق ولا واسع؟ لا ما بيكون واسع بيكون مش سلم ما أنه ملزق ملزق على الجسم عادة بس مش كتير واسع أبدا وحلو نلبس فوق هالتوبات الأنثوية سترة اسمها البركا البركا هي كنية عن جاكات كبيرة شوي بيكون عندها طبع ملتري طبع هيك شوي على كاكي بتنشد من هنا كنها زي طبعات الجيش شوي متنبع الجيش بس طبعا مش ضروري يكون في عندها طبعات جيش بس توحي بهال هيك ساعة حلو المزيج بين الشي الأنثى والناعم وطوتشتين هيك شوي أقصى شوي رجالي هلأ أي شنطة ضروري مع هاللوك هيدا كله يكون عندنا شي اسمه اتباك الاتباك هو يعني الشنطة يلي بتكون شنطة الموسم يلي منشوفها أغلبية المشاهير اللي بسينا لأ ما رح نقول برانز على الشيشي بس كبيرة صغيرة يعني الشك ما عليك الاتباك بيقدر يكون كل موسم عنده شكل مختلف بقدر يكون كبير مبروم محدد مش محدد كل موسم في اتباك بيطلع جديد ايه تشوكوا شو الاتباك هلأ إذا كانت كمان المرأة جريئة حلو مع البركا وكل هالأنوثي اللي لبسيتها بلتو إنه يكون مثلا طبعة الشنطة عندها طبعة نمر هيدا إذا بتحب تروحي على الآخر اي حدا دايما مع هالنوع لأنه كمان أصير نلبس كعب عالي ورفيع تحتى نعطي كمان نكفي بيتاتش النعومة هلأ نصل للسلم السلم يلي هو من الجنزات يلي صعب لبسون إذا ما كانت جسمك رفيع 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 وما في ولا تضاريس طالعة إنما مش معناته إنه بس هالحكر هو على النسوين الجسم وندعيف شو ممكن الواحد مثلا يجيبه ويلبس شوية كب أسول يا عين عليك يا سارة هيدا هو هلأ رح نتسمعي شو حقول ساعتا كل سيدة بطريقتها الخاصة بتقدر تغطي لما تلبس السلم المحلات يلي بدا تغطيها بس إنما مش معناته ما تكون عندها أسلوبها الخاص لحتى تغطي يعني فيها مثلا أي طب أنا بنصح نلبس مثلا الأميس بسموها السكرتاري بلاوزي اللي هي عندها ربطة هيك بنربطها هون على العنط تكون من الحرير مثلا فيها تلبس فوق إذا كانت بدنا عنا قصص نخبيها كنزة بأبتها في بشكل سبعة ساعتها بتكون طويلة لطول اللي نحنا بدنا نخبي فيه الأميكن اللي بدنا نخبيها أي شنطة لازم تكون عندها حقيبة مجسمة في عندها مثل ما نشوف على الصورة محدودة الزواية والقاعدة كمان يكون كلها هيك مقطعة أي حذاء إذا كنت طويلة مثلا طبعا نلبس حذاء مسطح على شكل لوفر مثل ما أنا لابسة هلأ كمان بالصورة طالية أو إذا يعني أو مسطح أو لوفر مسطح أو لوفر بكعب عالي مع هلنوع من السلم هلأ هيدا الدارجة كتير ننتقل للجين ياللي مستقيم ياللي قصته عادية جداً ياللي بيلبق لأغلبية الأجسام أي طب بنا نلبس بما أنه هالجين كتير بسيط ومن القصات الأساسية بنصح أنه نلبس مثلا معه طب واسع أميس من الحرير بلون موحد ناعم أو بيقدر يكون عنده ياقة مثل ياقة اللي أنا لابستها اليوم نسميها كل كلودين أو حتى فينا نحط له إذا ما بدي يكون ما فيه ياقة فيها نحط هكسنسيل طويل معه بس هيك الأميس يكون واسع مع هالجينز ياللي ساقين مستقيمتين أي شنطة لازم يكون عندنا شنطة كبيرة حجب كبير كبير نحملها والحذاء أفضل يكون كمان كعب لحتى نطول مدى الساقين بننتقل للجينز ياللي هلأ مكسر الدنيا ومنشوفه وين ما كان الفلايرد ياللي بيبلش الأصلاة مستقيمة والأطراف بتصير واسعة واسعة ياللي عمشوفه ياللي منشوفه هلأ بأغلبية صفحات المجليات وهيدا الشي الحلو بهالجينز إنه فيك تلبسه تحته كعب عالي 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 نسميهون وجز بيطول بيطول قد ما بدك زي ما ما نشوف اللي هو السعالي وكله يعني كله الكعب كله مريحة فكرة مريحة لأنه من قدام كمانا في عنده كعب صغير أي طوب بنلبس معه أنا لقيلي الأفضل إنه نلبس كنزة مجدولة أو اللي ياللي كتير بلاقيها جلاميروس سطرة من دون أكمام من الفرو إذا التقس بيسمح بس تعفل شو حتى لو التقس ما بيسمحيك وقت بيكونوا فاشينيستابي يلبسون هادو الأغراض ما بيفرق عالي زي ما أنت بتعملي دايب اليميني صح هلأ أي حقيبة الحقيبة لازم تكون بنسميه حقيبة ساعي البريد ياللي بتجي بالعرض من حتى عن جنب أو اللي لقيلي أنا بلاقيها الأفضل أفضل هي شنطة كبيرة من دون مسكة بنسميها كلتش بس كلتش الكبير نحن معاودين على الكلتش اللي صغير نحن المسا بس فيه كلتش كبير حلو كتير كمانا ينحمل مع هالنوع من اللي تجيز بس الفلير حتى بيناسب كل الأجسام؟ ليكي حسب قدي وصع الفلير متحت هلا إذا يعني ترقلك فيه إذا كنت شوي متينة ما ضروري يكون ملزق عليك من هون وبعدين يرجع يفتح يقدر يبلش شوي ويسا ويفتح هون شوي أكتر من تحت هو الفلير شو الفرق بينه وبين البوتلاج؟ البوتلاج بس من تحت يفتح الفلير بيبلش يفتح من هون من عند الركبة من عند الركبة هلا إلا الحقيبة أي حذاء متل ما قلنا بالأول الوجز هو ياللي أحلى حذاء بي لبس معه بيطول قد ما بدنا نصل لجينز الأسود والأبيض عند فيه خطأ شائع ياخت بيضلون يقولوا إنه بتلبسوا الأبيض بالصيف والأسود بالشتة هذا ما بقى ما بقى ما فيه دود وما فيه خوانين لا أفداً هالشي ما بقى له معنى لأنه منلبس الأسود حتى بالشتة عفواً الأبيض حتى فيها نلبسه بالشتة أي طوب نلبس معه طوب عنده طبعة طبعة الحية إلا عرا عندك واحدة منك عندي واحدة منك نحطني إن شاء الله الأسبوع الجاي بدي لبسك يا حريم بني على الشاشة أنا بقي كتير حلو أو مع الجينز الأبيض أو مع الجينز الأسود نلبسها الأميس خاصة إنه كتير درجة أي حقيبة تيد حقيبة بشكل هندسي يكون هيك تكون شوي هيدالوك لازم يكون حقيبة هندسية الشكل ويكون فيها لونين بقلب الحقيبة هيك تحتها هلأ عم نحكي كمان تحته الجينز أبيض إيه أبيض أو أسود والحذاء شو لازم يحب نحن نصل للحذاء ما حدا يلبس حذاء أبيض مع الجينز الأبيض خوفتيني أصلاً ما لازم تفتكر أنا من الناس اللي ما بيحبوا الأحذية البيضة أصلاً أيها أبداً نلبس حذاء أنثوي مع كعب عالي أو فينا نلبس حذاء مسطح بقدر يكون باليرينا أو لوفر كمانا لأنهم كتير درجة هلأ البوث أكيد البوتيز يلي صار أكيد هيدولي كل الوقت بيضلون يلبسون سأنا عم بعطي نصايح لقصص هلأ درجة نستفيد منا البوتيز تحصيل حاصل فينا نقول طب وألوان الجينز يا ممي فيه هاللون معين مثلاً فترة جاي نركز عليه قلتلك بالأول فيه إذا بديك تلبس الأحمر أنا بس قلصني الجينز العادي اللي هي الألوان تبع الجينز لا 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 بفي حالة دايماً بالشيطة نحب نروح أكتر على الألوان الداكنة طبيعية بس ما بيمنع مثل ما ألوان نلبس الأبيض كتير حلو بيطلع طلالة حلوة بالشيطة هيك كتير أنيقة وراقية نصل لآخر الجينز يلي عنده الطرف الملفوف مش معيني طبنا نروح نشتري الجينز لحتى الطرف وملفوف حيالة الجينز عندي كيفيك تلفيله تطنيه من تحت بيصير ثلاثة أربعة ما ضروري يكون هالأداء أصير فيك شوي طولي أكتر أي طب نلبس معه تي شيرت واسعة وأحلى شي فوقه جاكات من الجلد مثل ما عم نشوف على الصور أو أميس عنده مربعات أو أميس مع نقط لأنه هيدول كمانا كتير درجين هيدول الطبعات أي شنطة نحمل حقيبة يد مربعة من الجلد إذا منتجرق مع طبعة حيوانية خلص وقتنا للأسف يامين شكرا جزيلا لك استشارية المظهر شكرا جزيلا كتير استفدنا أنا وصارة شكرا إن شاء لكم عاتيت إحاء حلول المشاهدة شكرا كتير